منتخب الشباب عنده معسكر مغلق منتخب الشباب طبعا مع كابتن واري الرياض اللي بتمناله التوفيق مديل الفني الوطني اللي وثق فيه اتحاد الكرة ويمكن كان فيه زيارة من سيد جمال علام رئيس اتحاد المنتخب عنده معسكر طبعا عشان بطولة شمال افريقيا ده الجيل الرابع للكرة المصرية يعني بعد الجيل المنتخب الاول الجيل الكبير اللي ان شاء الله هيخده تصفيات كاس العالم عند الجيل بعد كده كابتن شوقي غريب كوكا لا مش كوكا اكرم توفيق امام عشور فتوح مصطفى محمد وعند الجيل الاوليمبي اللي مع ميكالي دلوقتي اللي هو كوكا بقى وحمز علاء واحمد عيد وابراهيم عادل واسماء فيصل وبعد كده الجيل اللي مع كابتن وارياض ان شاء الله ده الجيل اللي جاي ان شاء الله بإذن لو فيه لعيبة كتير وعادة جدا يعني منهم حقيقة انا حطت عيني جدا على ثلاث اسماء من عندنا في الاهلي وقلتلكم عبل كده ثقة كبيرة جدا في الزعلوك ومعتز محمد وكباكا العيبة دي ان شاء الله بإذن الله هتكون اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي فيما هو قادم ونتمنى تكون كمان اضافة لمنتخب مصر في تحدي بطولة شمال افريقيا ويكونوا موفقين فاصل ونرجع لحضراتكم